اشتركوا في القناة إن الله كان عليما حكيما واتبع ما لوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم الله يتظاهرون منهن أماتكم وما جعل أدياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يحدي السبيل أدعوهم لآبائهم هو أقسة عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناه فيما أغطعتم به ولكن ما تعملت قلوبكم وكان الله وفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أماتهم وأول الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا وإذ أقذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوع وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين أن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحنادر وتظنون بالله الذنونا هناك بتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذنوا فريق منهم النبي يقولون إن بلودنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أخطارها ثم صئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يصيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان أهل الله مسؤولا كلا ينفعكم الفرار إن فردتم من الموت أو القدر وإذا لا تمتعون إلا قليلا كل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم ألم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشيحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأعبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون أن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يوجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نهبا ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجذي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب من مصياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزوادك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد للنحسنات منكن أدرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يداعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنث منكن لله ورسوله وتعمل صالغا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تقضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقلن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجائلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسولا إنما يريد الله ليذهب أنكم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأدع عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يأص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأن أمد عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتغشى الناس والله أحق أن تغشى فلما قضى زين منها وترا زوجنا كذلك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهم وترا وكان أمر الله ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدعا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويغشونه ولا يغشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وقاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعدت لهم أجرا كريما يا أيها النبي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين وداعذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتموا المؤمنات ثم طلق طموهن من قبل ثم طلق طموهن من قبل أن تمسوهن فما لهم عليهم من عدة تعتدونها فمتعوهن وسلعوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خانك وبنات خالاتك التي آجون معك وامراتا مؤمنة إن وغبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون على المؤمنين حرج وكان الله وفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا دناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حكيما لا يحل لك النساء من بعض ولا أن تبدل بإن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء إحجاب ذلكم أفرر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تقولوا رسول الله ولا أن تنكروا أزواجه ولا أن تنكروا أزواجه من بعدي أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله بكل شيء عليما لا جناء عليهم في آبائهن ولا أبنائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أجمى الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبين ذلك أدنى أن يُرّفن فلا يؤذين وكان الله وفورا رحيما لإن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغلينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في النذين قلوب من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس ألي الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعير خالين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصير يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله واعطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنة كبيرة يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا مؤسا فبرأ الله مما قالوا وكان عند الله وتيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر